طيب أنا لأن الحوار النهاردة شخصي تمام فأنا أسف أن أنا هفضل أدخل في الشخصية عيش 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 لأن هي اللي هتودينا لكل ده درست في أمريكا بيزنس ورجعت مصر تمام عندك قاعدة كبيرة والدك عنده مصنع كبير استقبلك إزاي وعملت إيه استقبلني أن أنا أول حاجة أن أنا ما شغلتش معا أن أنا رحت كان عندنا شركة في الشركة فقلت له لأ أنا عايز أشتغل فكان عندنا مطعم فكت أنا ماسك المطعم دوت وبعدين جات لي الفرصة وكانت دي بداية التحول أنا أول مصري دخلت ليبيا لما العلاقات رجعت ما بين مصر وليبيا دخلت عشان أبلي فيلا عشان القذافي يقابل فيها الرئيس حسن المصر على الحدود المصرية الليبية أبويا كان كان في ليبيا يعني زمان هو ابتدى في ليبيا وتأمم هناك ضعت فلوسه كلها أخدوا البيت بتاعنا بالهدوم وكل حاجات وابتدى من أول وجديد بس لما جم يرجع العلاقات هم من كان شيخ المصريين وقتها في ليبيا فروح عبد المنعم فجم لفروح عبد المنعم وكانوا بيدونا الفلوس بتاعنا كاش بالطيارة والهليكوبتر تيجي تدينا الفلوس كاش في الموقع بتاع الشغل فأخدت التشالنج ده فأول ما دخلت بدت في السجن في السجن اللي على الطريق ما كانش فيه حتة ممكن أبات فيها ما كانش فيه بيلا فبدت في السجن فكنت بشورت وتيشيرت فوانا نايم بالليل النموسي بتدى يقرسني فأروح تقلع التشارت وحطت على 20 فاصحيت الصبح عشان نستقبل العمال وهما جايين 300 عامل جايين فطالع على الحدود عشان نستقبله فأنا طالع على الحدود كده لقيت 300 عامل طالعين يجروا على العربيات ما كانش فيه مرايات ولا حاجة فطالع إن أنا وشي كله مورم من النموس فده كان أول شالنج ليا في أول يوم وكان مفروض نخلص البيت ده في 20 يوم الفيلا بالهدوم بالفرش بالكلام ده خلصوا في 20 يوم فكان من أول يوم شالنج وخلصوا فحمد الله خلصوا فدي كانت بقى بداية عدت سنتين تلاتة في ليبيا أجدد فيلا لغسافي وقتها وبعد كده بقى رجعت مصر رجعت مصر تعمل إيه؟ رجعت مصر أخش موبكا كنا في الوقت ده دخلنا اشترينا حسة الشريكة التاني فابتدت أشتغل مع والدي في موبكا لكن طبعا زي ما أنت متخيل إنه كان كل حاجة ففي الأول ما كنتش لاقي نفسي بس ليبيا ساعدتني في إنهم لما لقوا إن أنا فعلا خلصت البيت في 20 يوم وإن أنا نجحت في كل موقف وكل دوت وكت بابت بقعد في الموقع 18 ساعة وبابت في الخيمة مع العمال وباكل مع العمال ولما العمال كانت العامل اللي جنبي بيقرصوا الضفضاعة وبصق العقرب وناخدوا نجري بيه على المستشفى والكلام دوت فكانوا عارفين إن أنا عندي استعداد أخد الرزق مع العمال زيهم فابتدت الناس يعني إلى حد ما تتأقلم معايا وأيضا هو بأنه لا يتوقف وأنتم أن أحسن إلى حد ما تتأقلم معايا